طلاب طالبات الصف الثالث الثانوي أهلا بكم من جديد ودرس من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية ودرسنا اليوم بعنوان في رثاء مي للشاعر والأديب الكبير عباس محمود العقاد بداية نتعرف على كاتبنا عباس محمود العقاد ورد سنة 1889 وتوفي سنة 1964 أحد أعلام التجديد الشعري والفكر النقدي في العصر الحديث تكونت منه مع زميليه إبراهيم عبدالقادر المازني وعبدالرحمن شكري معرفة بجماعة الديوان وهي مدرسة أدبية وجماعة أدبية تنتمي إلى الاتجاه الرومانتيكي ولكن لهم سماتهم الخاصة ككل مدرسة من مدارس الشعر فسميت المدرسة بمدرسة الديوان زي ما درسنا في الأدب نسبة إلى كتاب الديوان في الأدب والنقدي الذي أصدره العقاد والمازني سنة 1921 من الأديبة التي يرفيها الشاعر؟ وإحنا عارفين أننا عندنا غرض الرثاء والرثاء من الأغراض القديمة التي نشأت في الشعر منذ العصر الجاهلي والرثاء الحديث عن شخص ثارق الحياة نتحدث عنه ونذكر محاسنه وصفاته الطيبة والمرثية الأديبة التي يرفيها اليوم العقاد هي مي زيادة اسمها ميري إلياس زيادة ولدت في مدينة الناصرة بفلسطين لأب لبناني وأم فلسطينية وكانت تهتم بالقراءة منذ زمن مبكر وتكتب في الصحف والمجلات إلى أن جاءت مصر وكان لها ما يسمى بصالون مي الصالون الأدبي يجتمع فيه كبار الأدباء والكتاب والمفكرين كل يوم ثلاثاء من هؤلاء طه حسين إسماعيل صبري لطف السيد العقاد الرافعي إلى آخره من الأدباء وأعلام الفكر في ذلك الوقت توفيت مي سنة 1941 ورثاها العقاد وحزن على فرقها هو وغيره من الأدباء والمفكرين وجمهور الأدب فالموت وفراق الأحبة شعور يمتلك على النفس ويؤثر في النفس تأثيرا كبيرا ولقد تأثر العقاد تأثرا كبيرا بفجيعة وفاة فراشة الأدب الأديبة اللبنانية مي زيادة وكان ذلك سنة 1941 كما ذكرنا هذه الأديبة المتألقة المتفردة التي كانت كالجوهر المتلألئة وستباقة من عمالقة الأدب فنظم العقاد قصيدته في رثاء الصديقة والشعرة والإنسانة وطبعا رثاء العقاد يا جماعة في ذلك الوقت وفي تلك القصيدة يختلف اختلافا كبيرا عن الرثاء في العصر الجاهلي والرثاء في العصر الأموي والإسلامي فسنتعرف وسنتناول شكلا من أشكال الرثاء لم نتعود عليه في القصائد الشعرية السابقة في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي فكيف حدث ذلك؟ هيا بنا لنرى من خلال النص الفكر التي سنتناولها أو التي جاءت في هذا النص فقد نظم العقاد هذا النص وقسمه إلى مقاطع المقطع الأول لوعة على الفراق المقطع الثاني التحسر على الفقيدة المقطع الثالث صفات مي والتوجع لفقدها المقطع الرابع مآثرها باقية خالدة الجزء الأول معنا والمقطع الأول لوعة الفراق أو لوعة على الفراق يقول الشاعر في المقطع الأول أين في المحفل مي يا صحاب عودتنا هاهنا فصل الخطاب عرشها المنبر مرفوع الجناب مستجيب حين يدعى مستجاب أين في المحفل مي يا صحاب يبدأ الشاعر قصدته بذلك التساؤل الذي يلفت به الأنظار ويعبر عن حسرته الشديدة لفراق مي قبل أن نتناول ذلك المقطع بالشرح والتحليل البلغي نقوم بمناقشة اللغويات المحفل في العبارة أو في المقطع مرادفها المجلس، مكان الاجتماع، مكان الحفل، أم جميع ما سبق طبعا كلمة المحفل تحتمل كل المعين التي ذكرناه فهو المجلس، المكان الذي يكتمع فيه الأصدقاء، المكان الذي يحتفل فيه الأصدقاء مرادف كلمة فصل الخطاب عودتنا هاهنا فصل الخطاب إحنا عارفين كلنا أن الخطاب يعني الكلام وفصل الخطاب أي القول المناسب، القول العذب، أم القول الصواب، أم القول المختصر فصل أي كلام صواب لا خطأ فيه جمع كلمة عرش، عروش، أم أعراش، أم أعرش، أم الأولى والثانية، أي عروش وأعراش طبعا جمع كلمة عرش، عروش وأعراش ونلحظ أيضا في كلمة فصل الخطاب في الاختيار السابق أن الكاتبة أو الشاعر هنا عباس العقاد قد تأثر بالقرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب نتناول لغوية أخرى كلمة الجناب عرشها المنبر مرفوع الجناب نسمع كثيرا صاحب الجناب الرفيع أي الناحية الناصية العالية أم السامية الجناب أي الناحية جاءت من الجانب أي الناحية طب ماذا نعني بكلمة مرفوع الناحية مرفوع الجناب يعني ذو مكانة عالية ومكانة محترمة مقدرة بين الناس مرفوع الجناب كما رأينا أنها ذات مكان رفيع ومكانة ومنزلة عالية فيكون مضادها معتز بها مفتخر بها متدن مكانها أم لا شيء مما سبق طبعا مضاد الاعتزاز والمكان العالية متدن مكانها أي ذات مكان متدن متواضع مضاد كلمة مستجيب مستجيب أي يوافق على الشيء يطاوعه فيكون مضادها طبعا مش مطاوع ولا متروك أو مهمل وإنما رافض أستجيب للدعاء وغير يرفضه مضاد كلمة يدعى يدعى مستجيب حين يدعى مستجاب فكلمة يدعى هنا بمعنى يطلب فعكسها يطرد لأنه يدعى يطلب ويستدعى ومضادها يطرد تمام حين يقول الشاعر أين في المحفل مي يا صحابي تبدأ القصيدة بسؤال معروف الجواب ولكن الشاعر يلقيه لماذا ألقى علينا عباس العقاد ذلك السؤال رغم أنه يعرف إجابته ويعرف أن مي قد فارقت الحياة طبعا العقاد يسأل في حسرة فهو لا يصدق فراق الحبيبة لا يصدق فراق الصديقة مي زيادة فقد اعتادوا منها هذا المجلس وذلك الحديث الشيق فهو يسأله ليعبروا عن الشوق والحسرة والحزن للفراق فهي لها مكانة سامية في نفوس أصدقائها ويعود مرة أخرى ويتساءل عن غيابها عن ندوتها المعتادة التي تعودوا منها على الكلام الصائد والرأي السليم والآن مع التحليل البلاغي للمقطع الأول نذكركم بخريطتنا البلاغية التي نسير عليها أين في المحفل مي يا صحابي؟ حين يتساءل الشاعر عن سؤال معلوم الجواب فهو صورة بيانية طبعاً احنا عارفين اللون البرتقالي؟ كناية كناية عن إيه يا جماعة؟ كناية عن حسرته الشديدة لفراق الحبيبة والصديقة مي زيادة طيب أين في المحفل مي؟ ما نوع الأسلوب؟ طبعاً معانا أسلوب إنشائي طيب الغرض هنا إيه؟ الغرض من السؤال هو عارف هي فين؟ طب بيسأل ليه؟ فين مي؟ قلولي فين مي؟ فيتحسر على فقدها فهو إنشائي استفهام الغرض منه التحسر وإزهار الفجيع كذلك يا صحاب اسلوب إنشائي أيضاً غرضه التحسر نوعه نداء بينادي أصحابه طيب والنداء لما يكون لأشخاص أصدقاء مقربين يبقى الغرض منه الالتماس وفي نفس الوقت إزهار الحزن والتحسر طيب كان المفروض يقول أين مي في المحفل؟ يبقى أنا عندي هنا أسلوب إيه؟ أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد نقدم إيه على إيه؟ الجر والمجرور المفروض أين مي في المحفل؟ فتقديم الجر والمجرور هو أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد وهذا من الأساليب المهمة كثيرة المجيء في الامتحان السطر التالي عودتنا هاهنا فصل الخطاب إيه الكناية في كده؟ شايفين قدامنا إنها متلونة بالصورة البانية التي تدل على الكناية عودتنا هاهنا فصل الخطاب تعودنا من مي على الكلام الصواب لما حد يكون كلامه صواب وكلامه جيد وكلامه مفيد فلابد أنه له عقل راجح فهي كناية عن رجاحة عقلها وحسن وجمال حديثها وأيضا في أسلوب قصر طب فين بقى يا طرى بالنفي والاستثناء ولا تقديم ما حقه التأخير؟ تعالوا نشوف كده عودتنا هاهنا وبعد كده قال لي فصل الخطاب آه يبقى كان الترتيب يجب لي المفعول به الأول عودتنا فصل الخطاب هاهنا يبقى تقديم الظرف على المفعول به فهو أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد عرشها المنبر مرفوع الجناب يقصد به مجلسها فالعرش هو المجلس الذي تجلس عليه مي والمنبر هو المكان الذي يقف فوقه الإمام والخطيب المفوه فهنا تشبيه بليغ الشاعر هنا جماعة شبه عرشها اللي هو مجلسها بالإيه؟ بالمنبر يبقى معايا تشبيه وتشبيه بليغ ليه بليغ؟ لأن أنا عندي المشبه والمشبه به ما عنديش أداة تشبيه ولا عندي وجه شبه إبقى إذا شبه عرش مي أو مجلسها بالمنبر ليدل على سموه وعلوه مكانتها المنبر ده مكان مقدس يقف عليه الأئمة والخطباء تمام طب فيه أسلوب قصر محطوطة ما بين قصينه يترى إيه القصر هنا؟ لما يكون المبتدأ معرفة وهو عرشها والخبر كمان جاي لمعرفة لأنه معرف بالألف واللام يبقى نقول أسلوب قصر بتعريف طرفي الجملة الإسمية يفيد التخصيص والتوكيد طيب عرشها المنبر مرفوع الجناب فيها كناية عن علومه وسموه مكانتها عرشها المنبر مرفوع الجناب استعار مكنية أيضا شبه العرش وكأنه شخص ذو مكانة رفيعة واحترام كبير وسر الجمال التشخيص كلمة المنبر من الممكن أيضا أن نعتبرها مجاز مرسل مجاز مرسل مجاز مرسل عن الفصاحة والبلاغة علاقته المحلية أو الآلية فالمنبر هو المحل الذي يصدر من فوقه الكلام أو هو الآلة التي يستخدمها الخطيب في التعبير والفصاح مستجيب حين يدعى مستجاب ما زال العقاد يتحدث عن مي وعن مكانتها فهي تستجيب إذا طلب منها أن تكتمع بالأدباء والشعراء في صالونها الأدبي البديع وكذلك يستجاب لها إذا طلبت هي الانعقاد لمجلسها وصالونها الشيق البديع طيب الشاعر يتحدث عن صالون الأدبي صالونها مستجيب حين يدعوه أحد ويستجاب له إذا دعى الآخرين فهل من صالون يستجيب ويستجاب؟ الصالون ده بيطلب وبيستجاب ليه طبعاً لا يبقى معايا استعارة مكنية فقد شبه الشاعر العرش أو المجلس بتاع مي بشخص يستجيب ويستجاب له علشان كده استعارة مكنية سر جمالها التشخيص المحسن البديعي في هذا السطر مستجيب ومستجاب عندي طباق وعندي جناس يلا بينا كده نشوف مع بعض مستجيب تشابه في اللفظ مستجاب بينهما تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى جميل يبقى إذا ده جناس ناقص مستجيب ده اسم فاعل هو الذي يقوم بالاستجابة مستجاب ده اسم مفعول يستجاب له الطباق الكلمتين عكس بعض مستجيب هو الذي يقوم بالاستجابة كما قلنا مستجاب هو الذي يستجاب له فبينهما تباق اسم فاعل ومفاول. طيب عندي اطناب في جملة حينة يدعاء. ده اطناب عن طريق ايه يا جماعة? لو انا حزفت جملة حينة يدعاء وقلت لحضرتك مستجيب مستجاب مفيش مشاكل. عرشوها المنبر ومرفوع جناب مستجيب مستجاب. فيش اي مشاكل. يبقى حينة يدعاء عندي هنا اطناب بالجملة الاعتراضية. الجملة الاعتراضية اللي هي بتتشال من غير المعنى ما يتأثر او يتغير. طب يا ترى افادت ايه? التنبيه على ان مي لم تكن ثرثارة. يعني ايه? يعني كثيرة الكلام بلا فائدة. هي تستجيب حين يطلب منها. ويستجاب لها اذا طلبت. ولكنها لا تعقد صالونها الادبي بدون داعي. مش عمالة تتكلم عمالة على بطال زي ما بيقول. ويدعى هنا يوجد ايجاز. ايجاز ده حزف الفاعل وبناء الفعل المجهول. يدعى. يبقى خد بالك. حين يدعى كلها لبعضها ده اطناب. لكن يدعى حزف الفاعل وبناء الفعل المجهول. ففي ذلك ايجاز بالحزف. حزف ايه? حزف الفاعل. طيب افاد ايه? الاجاز بحزف الفاعل وبناء الفعل المجهول. العموم والشمول. كرر العقاد مرة اخرى الاستفهام. وقال اين في المحفل مي? يا صحاب. فايضا هو اسلوب استفهام. الغرض منه التحصر والفجيعة. زي ما قلنا في بداية المقطع. وهنا نلمح تكرار هذا الاستفهام للتأكيد على حزنه وحسرته الشديدة. لو حابين نحط عنوان لذلك المقطع. نحط عنوان ونقول لوعة الفراق او الحسرة على الفراق. هيا بنا نتناول التدريب على التحليل البلاغي. عرشها المنبر نوع الصورة في ذلك المقطع. استعارة تصريحية. استعارة مكنية. تشبيه بليغ. اما جهاز مرسل. عرشها المنبر. اه ما قاليش مرفوع الجناب. انا عندي العرش والمنبر. يبقى شبه العرش بالمنبر وده يبقى تشبيه بليغ. سر جماله التوضيح. كيان انا بشبه حاجتين من نفس النوع. طول ما انا ماشي في نفس الدور او نازل من فوق لتحت. سر جمال الصورة التوضيح. مستجيب حين يدعى مستجاب. نوع الصورة تشبيه بليغ. استعارة تصريحية. مجيز مرسل. استعارة مكنية. طبعا انا عندي الحديث هنا عن العرش او عن صالون مي الادبي. يستجيب ويستجيب له. فحزف المشبه به اللي هو الشخص الذي يستجيب ويستجيب له. يبقى نوع الصورة استعارة مكنية. ويكون سر جمالها التشخيص. مستجيب ومستجاب بينهما تضاد مقابلة مراعاة نظير ام جناس وطباق. طبعا في الاتنين موجودين فما ينفعش اختار حاجة واحدة منهم عندي التشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى يبقى جناس. معنين عكس بعض يبقى لاختيار السليم جناس وطباق. عرشها مرفوع الجناب. اه تشبيه بليغ. لا هنا ما قاليش مشبه به. هو بيقول لي عرشها مرفوع الجناب. ما قاليش عرشها المنبر. عرشها المنبر دي تشبيه بليغ خد بالك. طب عرشها مرفوع الجناب يبقى اذا فيها كناية عن سمو مكانتها. اه. ممكن اقول له استعارة مكنية شبه العرش وكأنه شخص له مكانة رفيعة. تمام. بس هنا ما تدنيش اختيار استعارة مكنية. يبقى فيها ايه? كناية عن سمو مكانة مي وعلو منزلتها. عرشها المنبر سر الجمال في ذلك بتشبيه. جايب للمشبه والمشبه به. والاثنين مادي. نفس النوع مدي بمادي بسر الجمال التوبيح. علاقة المجاز في قوله المنبر الحالية المحلية الجزئية. طبعا علاقة المجاز المحلية لان نعبر بالمحل وهو يقصد الحديث والكلام. الخطاب والمنبر المحسن البديع بينهما. خطاب ومنبر يبقى اذا مراعاة نظير. كلمات متلازمة في الذكر يكمل بعضها بعضا. زي ما اقول لك خطاب ومنبر. قراءة وقلم. او كتابة وقلم. اكل وشرب. لعبه كورة. بس بشرط ما يبقاش فيه تضاد ما بين هذه الكلمات. يعني يقول لك السماء والنجوم مراعاة نظير. لكن السماء والارض لا ده طباق. تمام. حين يدعى اطناب بالتبييل لاعتراض تكرار ام التراضف. طبعا حين يدعى اطناب لان احنا يقدر نستغنى عنها دون ان يتأثر المعنى يبقى اطناب بالاعتراض. يا صحاب اسلوب انشاء لداء وغرضه. تحسر. استعطاف. تنبيه. ام جميع ما سبق صحيح. جميع ما سبق صحيح. فهو يريد ان ينبه اصحابه ويستعطفهم. وفي ذات الوقت يتحسر على فقدان مي زياد. اين في المحفل مي. اسلوب قصر ووسيلته النافي والاستثناء. تقديم ما حقه التأخير. تعريف طرفاه الجملة. ام حرف الجر الزائد. طبعا قلنا المفروض اين مي في المحفل. فيكون وسيلة القصر هنا تقديم ما حقه التأخير. لما ذكر الشاعر اسم الفقيدة مي. طبعا ذكر اسم الفقيدة ليدل على محبته وحسرته على فقدانها. فهو لا يصدق رحيلها. كما يحب التلذب بذكر اسمها. فحين احب انسانا اكون كثير لذكر اسمه وذكره والتحديث عنه. بما يوحي التعبير بقوله عوذتنا. يوحي برجاحة الفكر انها اعتادت على الفكر السليم والاثر القوي الذي تركته في نفوس الكثيرين. التحسر على الفقيدة. يقول الشاعر سائل النخبة من رهط النبي اين مي? هل علمتم اين مي? الحديث الحلو واللحن الشجي والجبين الحر والوجه السني. اين ولا كوكباه? اين غاب? نناقش المقطع مناقشة لغوية معنى النخبة سائل النخبة العامة الصفوة الخاصة الرهط. النخبة حين نقول كلمة نخبة فانا انتخذ اي اختار واصطفي. فالنخبة يقصد بها الصفوة المجموعة المختارة الذين كانوا يشاركون مي زيادة في صالونها الادبي من ادباء وشعراء. كلمة رهط جمعها ارهات اراهيت ارهط ام الاولى والثالثة. جمع كلمة رهط الاولى والثالثة اي ارهات وارهط. والرهط هي المجموعة من الناس الذين كانوا يشتركون في مجلس مي. مراد في كلمة الندي مجلس القوم ومجتمعهم ام الكرم ام قطرات الماء التي تسقط في الصباح على الورود ام لا شيء مما سبق. الندي اي مجلس القوم. وهنا السياق الذي يحتم علي ذلك اختيار. فحين نقول رهط الندي اي المجموعة المجلس. المجموعة الذين يشتركون في مجلس مي. ولكن الندى بمعنى الكرم. الندى بمعنى قطرات الماء. حين اقول من صفات العرب الندى والعطاء اي الكرم والعطاء. وحين نقول تتساقط قطرات الندى في الصباح على الورد. فهنا الندى بمعنى قطرات الماء. مضاد كلمة الحلو الحديث الحلو مضادها الحسن اللذيذ ام المر ام الاولى والثانية الحلو مضادها المر. المراد بالشجيج الحديث الحلو. هنا طبعا الشاعر يتحدث عن كلام مي. وصوتها بانه حديث حلو ولحن شجي. اي مؤثر. اه لحن شجي اي يؤثر في نفس من يسمعه. وليس مجرد انه رائع او مسموع او جميل. فجمال اللحن. وان يكون شجيا بان يؤثر في سامعه. جمع كلمة جبين. والجبين هو مقدمة الرأس. وجمعها جبن. اجبن. اجبن. ام جميع ما سبق. جميع ما سبق صحيح. اجبن. واجبن. وجبن. والشاعر هنا يتحدث عن مي. ويصف جبينها بانه زات جبين حر. الجبين الحر. والوجه السني. ووجهها سني. فمعنى كلمة سني. حين نناقشها. بعد ان نعرف جمع وجه. وجوه. ام اوجه. ام اوجه. ام الاولى والثانية. طبعا وجوه. واوجه. مضاد كلمة السني. الخفي. المظلم. القبيح. المكروه. جبين حر. ووجه. حين احب ان امدح شخصا. وخصوصا تلك الفتاة الجميلة. مي زيادة. يكون وجهها. ظاهرا. ام مضيئا مشرقا. والسنى من السناء. اي الضوء. فالوجه السني. اي الوجه المشرق المضيئ. فيكون المضاد. احسنتم. المظلم. تمام. مضاد ولا. يتحدث عن وجهها. ذلك الوجه المشرق المضيئ. اين ولا. انطلق. بزغ. بزغ يعني ظهر. ارتفع. ام اقبل. ولا معناها. استنتج معناها. من السياق. حين يقول الشاعر. ولا. وغاب. فكلمة ولا. بمعنى رحل وغاب. اذا. يكون المضاد. اقبل. شخص غاب. وذهب عنه. والمضاد. اقبل. تمام. يتعرض الشاعر في المقطع السابق الى صفات مي الحسية. وضح ذلك. حين نرى ذلك المقطع. وتلك الاسطر الشعرية التي عرضها العقاد. فقد تعرض لصفات مي. ولكنها صفات حسية. يعني ظاهرية مدية. فهو يقول. ما زال شاعرنا غير مصدق ان مي فارقت الحياة. ولكنه يتساءل. ويصف مي. وجمالها. وروعتها. فيقول. اين صاحبة الحديث العزب. فحديثها العزب. فتلك صفة حسية. صوت ساحر. مؤثر. صفة حسية. ويصرخ العقاد متسائلا. اين مي. اين ذلك الوجه الذي يشعب نوره على من حوله. اين صاحبة الوجه المشرق الوضاء الجميل. فهذه كلها صفات حسية. فصوتها جميل. وزات لحن مؤثر وشجي. وجهها حر مضيء مشرق. مثل الكوكب الدري. الذي يضيء نورا واشراقا على كل من حوله. فهذه صفات مي. الحسية. التي ذكرها العقاد. في ذلك المقطع. ننتقل الى التحليل البلاغي. سائل النخبة من رهط الندي. عندي هنا جماعة صورة بانية. اللي هي كناية. كناية. عن علو وسمو. مكانت هؤلاء. الذين يحضرون مجلس مي. فليسوا من عامة الناس. وإنما من صفوة الأدباء والمثقفين. يبقى جملة رهط الندي. كناية عن علو وسمو. مجلس مي. سائل النخبة. خبري ولا إنشائي. ده أمر. والأمر هنا موجه إلى الأصحاب. يبقى إنشائي. أمر. غرضه. الالتماس. بيلتمس ويطلب منهم. أين مي؟ هل علمتم أين مي؟ تكرار ذلك السؤال. وهو يعلم إجابته. الغرض منه التحسر. الحديث الحلو واللحن الشجي. حديث حلو. استعارة مكنية. ليه استعارة مكنية؟ شبه كلامها وكأنه طعام حلو المذاق. يبقى استعارة مكنية. شبه الحديث بالطعام الحلو. طب حديث بطعام. يبقى سر الجمال. التجسيم. واللحن الشجي. في استعارة أصرحية. لأنه شبه صوتها المؤثر. صوتها الجميل. باللحن العذب المؤثر. وصرح بالمشبه به اللي هو اللحن. ويبقى استعارة أصرحية. سر جمالها. التوضيح أيضا. لأنه حين يشبه الكلام أو الصوت باللحن. يبقى سر الجمال. التوضيح. وفيها كناية عن عذوبة صوتها وجماله. المحسن البديعي في ذلك السطر. حديث الحلو. اللحن الشجي. الحديث والحلو. اللحن الشجي. يبقى عندي إيه؟ عندي هنا حسن تقسيم. طبعا مش ازدواج لأن الازدواج ده خاص بالناثر. فأنا معايا حسن تقسيم. يعطي جرسا موسيقيا. تمام؟ طيب. حلو. ولحن. يبقى إذن عندنا هنا. ممكن يبقى جناس ناقص. يعطي جرسا موسيقيا. والجبين الحر والوجه الثاني. في عندي كناية واستعارة مكنية. استعارة مكنية شبه الجبين. آه في جبين حر وجبين مستعبد. لا. إذن استعارة مكنية شبه الجبين بشخص حر. وسر الجمال التشخيص. الوجه الثاني استعارة مكنية شبه الوجه. وكأنه مصباح مشرق مضيء. وسر الجمال التوضيح. يبقى دي الاستعارة المكنية. ومعايا كمان كناية عن جمال مي. وجاذبيتها الشديدة. وبرضو عندي حسن التقسيم. محسن بديع الموسيقى التي الموجود. جبين الحر الوجه الثاني. يبقى إذن حسن تقسيم. يعطي جرسا موسيقيا. إلى جانب الإيجاز أي الاختصار بحذ المبتدأ. والتقدير حديثها الحديث الحلو واللحن الشجي. أين ولا كوكباه وأين غابه؟ كلمة كوكباه. كلمة كوكب. وقضيفة إلى ألف ثم ألهاء. فده بنسميه أسلوب ندبة. زي ما بنقول. وإسلاما وحبيبتا كوكباه. يبقى الشاعر هنا يندب. يتحسر على فقدان مي. وفي ذات الوقت عندي صورة بانية. إيه الصورة البانية استعارة تصرحية كوكباه. شبه إيه؟ يشبه وجه مي المشرك المضيق ده بالكوكب. وصرح بالمشبه به اللي هو الكوكب. وسر الجمال التوضيح. أين ولا أين غاب؟ إنشاء استفهام الغرض منه. زي ما قلنا. إظهار الحصرة والألم والحزن على فراقها. ولا وغاب. بينهما اطناب. وسلته إيه؟ الترادف. ما لاتنين بنفس المعنى. يبقى اطناب بالترادف. يؤكد المعنى. التحليل البلاغي من خلال التدريبات سائل النخبة الغرض البلاغي من الأمر هنا. الشاعر بيؤمر أصحابه أمر ما بين متساويين. يبقى الغرض الالتماس. الحديث الحلو إيجاز بحذف الخبر أم المبتدأ أم الفاعل أم المفعول به. حديثها الحديث الحلو يبقى عندي إيجاز بحذف المبتدأ. أينماي أسلوب إنشاء استفهام الغرض منه التحسر، التفجع، اللوم أم الأولى والثانية؟ طبعا الأولى والثانية أي التحسر والتفجع هو يشعر بالحسرة والفجيعة في فقدانها. رهط الندي تشبيه مجمل، تشبيه بليغ، كناية عن كثرة روادها أم استعارة مكنية؟ طبعا رهط الندي أي نخبة مختارة فهنا كناية عن كثرة روادها فهم كثيرون ولكنهم مثقفون مميزون. الحديث الحلو استعارة تصريحية كناية عن عذوبة صوتها أم استعارة مكنية أم الثانية والثالثة؟ طبعا الثانية والثالثة كناية عن عذوبة صوتها حديثها حلو. طب استعارة مكنية لأنه شبه الحديث بطعام حلو المذاق. الحلو واللحن بينهما تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى يبقى جناس ناقص. اللحن الشجي تشبيه بليغ استعارة مكنية تشبيه مجمل استعارة تصريحية. شبه كلامها باللحن وصرح بالمشبه به يبقى استعارة تصريحية. الجبين الحر الوجه السنية بينهما ازدواك تباق جناس حسن تقسيم طبعا حسن تقسيم توازن نوسيقي بين الجمل في الشعر. أين ولا أين غاب اتنب تزيل تعريف استقناس ترادف نفس المعنى كلمتين بنفس المعنى يبقى يتنب الترادف يؤكد المعنى. أيهما أوفى بالغرض سائلوا أم اسألوا؟ طبعا في قاعدة بتقول لنا كلما زاد المبنى زاد المعنى فسائلوا لما يقول الفعل سائلوا هو فعل رباعي يبقى يدل على كثرة السؤال وعلى المبالغة ليؤكد على مكانة مي. احنا مش هنسأل مرة وننسى الموضوع ده احنا هنفضل نسأل عن مي وعن وجودها طوال الوقت. لما حرص الكاتب على تكرار اسم الفقيدة طبعا للاستئناس والتلذذ بالذكر اسمها الذي يحبه وذلك يدل على شدة حبه لها. صفات مي والتوجع لفقدها يقول الشعر شيام غر رضيات عذاب وحجا ينفذ بالرأي الصواب وذكاء المعي كالشهاب وجمال قدسي لا يعاب كل هذا في التراب آه من هذا التراب. حين نناقش تلك الاسطر الشعرية مناقشة لغوية معنى كلمة شيام غر اخلاق بيضاء اخلاق حميدة اخلاق حسنة ام الثانية والثالثة. طبعا كلمة غر قديما كان يوصف بها الفرس الذي في مقدمة رأسه بيض وليس معنى ذلك ان الشاعر يريد ان يخبرنا بان اخلاقها بيضاء ولكن اخلاق حميدة واخلاق حسنة. مرادف رضيات رضيات مقبولة مرضي عنها مرفوضة ام الاولى والثانية رضيات مقبولة ومرضي عنها ام الاولى اي الاولى والثانية. مرادف حجا دليل محبة عقل قلب. الشاعر يقول حجا ينفذ بالرأي الصواب ما الذي يعطي الرأي الصواب الدليل ام الحب ام العقل ام القلب صاحب الرأي الصائب والصواب العقل فكلمة حجا بمعنى عقل. مرادف المعي هذا رجل المعي اي صاحب رؤية صائبة تمام. جمع شهاب شهب شهبان اشهب جميع ما سبق صحيح. معنى قدسي طاهر مؤثر ظاهر لا شيء مما سبق طبعا قدسي اي طاهر. القداسة هي الطهارة مضاد يعاب العيب عكسه تمام المتح فيعاب مضادها يمضح. اختار الشاعر صفات للفقيدة ملائمة لمكانتها. ومن الممكن ان نسأل السؤال بشكل اخر. رأينا في المقطع السابق صفات مي الحسية. فاين صفات مي المعنوية؟ تعددت الصفات الحسية والمعنوية التي تفردت بها مي. بعد ان ذكر صفاتها الحسية يذكر لنا بعض الصفات المعنوية. فهي صاحبة الخلق الرفيع الذي لا تشوبه شائبة. وجعل ذلك الجميع يرضى عنها. صاحبة العقل الراجح الرأي السديد الزكاء المتوقد. تمام. كل هذه الاشياء الجميلة والاخلاق الحسنة. ايكون مصيرها في النهاية الى الموت والى التراب. هذا ما تحسر بسببه العقاد. نتناول التحليل البلغي. شيام غر رضيات عذاب. قلنا ان الشيام معناها اخلاق. وشيام راضية استعارة مكنية. شبه الشيام مثل الخيول التي في مقدمة رأسها بياض. وسر الجمال التجسيم. طيب شيام راضية. ممكن تبقى استعارة مكنية ايضا. شبه الشيام بأشخاص راضية. طب شيام عذاب. استعارة مكنية تالتة. شبه الشيام بالماء العذب. وسر الجمال التجسيم. طب لو قلت لحضرتك السطر ده كده يبقى فيه خيال مركب ولا ممتد. هتقول لي ايه؟ طبعا خيال ممتد. لان انا عندي مشبه واحد اللي هو كلمة شيام. بعد كده اعطاه اكثر من صفة ان هي غر راضيات عذاب اكتر من مشبه به واكتر من صورة له. فبالتالي يبقى ده خيال ممتد. وحجا ينفذ بالرأي الصواب استعارة مكنية شبه الحجة والرأي بشيء ما الدين ينفذ. وسر الجمال التجسيم. ذكاء المعي كالشهاب. هي كلمة المعي بيوصف بها الشخص صاحب الرؤية الصائبة زي ما قلنا. يبقى لما اجا اقول ذكاء المعي ليست عارة مكنية شبه الزكاء بشخص صاحب رؤية صائبة وسر الجمال التشخيص. طيب ذكاء كالشهاب يبقى معايا تشبيه. طب نوعه ايه هنا يا جماعة؟ ركز كده معايا. ذكاء ده المشبه. أداة التشبيه الكاف. ومشبه به الشهاب. ثلاث أجزاء من أجزاء التشبيه. يبقى تشبيه أحسنتم تشبيه مجمل. تمام. وسر الجمال التجسيم لأنه معنوي ممادي. جمال قدسي لا يعاب. كناية عن طهارتها ومكانتها العالية. وعندي كلمة قدسي ولا يعاب. أقدر أقول بينهم اتناب بالتراضف. الشيء المقدس لا أحد يعيبه. يبقى بينهما اتناب بالتراضف. يؤكد المعنى. كلمة يعاب فيها إجاز بحذف إيه؟ حذفت إيه هنا؟ لما يكون الفعل مبني للمجهول. يبقى إجاز بحذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول للعموم والشمول. لا أحد يستطيع أن يعيبه ميت. كل هذا في التراب آه من هذا التراب. كل هذا الجمال يكون مصيره التراب. آه من هذا التراب. كلمة آه هي اسم فعل مضارع بمعنى أتألم وأتوجع. فالشاعر يتحسر على فقدها. طيب الصورة البانية استعرى مكنية لأنه شبه تلك الصفات الجميلة بشيء مادي يدفن في التراب. وسر الجمال التكسيم. طيب آه من هذا التراب استعرى مكنية أيضا. إزاي شبه التراب وكأنه شخص يسبب الألم للشاعر لدرجة أنه يتألم منه ويقول آه من هذا التراب. فدي استعرمك ناسر جمالها التشخيص. كلمة التراب مجاز مرسل. عن إيه؟ عن القبر. طيب إيه العلاقة؟ التراب كل والقبر جزء. يبقى علاقته الكلية. إلى جانب إن الجملة فيها كناية عن الحسرة الشديدة. عندي الإيجاز بحذف أداة الاستفهام. أكل هذا في التراب يبقى حذف أداة الاستفهام اللي هي الهمزة. وحذف كمان البذل. كل هذا الجمال. يبقى عندي إيجاز بحذف أداة الاستفهام. وحذف البذل. التقدير. أكل هذا الجمال في التراب. غرض طبعاً الاستفهام زي ما قلنا. التحسر الشديد. تدريب على التحليل البلاغي. اللون الباني في شيم غر. وصف الشيم بالغر. يبقى شبهة بالخيول. يبقى إذن استعارة مكنية. شيم غر رضيات عذاب. إيجاز بحذف. أنا عندي كلمة ناكرة أبادئ بها الكلام. فطبيعي يبقى هنا إيجاز بحذف المبتدأ. أخلاقها شيم غر رضيات عذاب. اللون الباني. زكاء المعي كالشهابي. زكاء كالشهابي يبقى تشبيه. استعارة مكنية. استعارة تصرحية. مجهز مرسل. زكاء كالشهابي يبقى تشبيه. وقلنا تشبيه نوعه مجمل. كلمتين حجاء ورأي. حجاء يعني عقل. ورأي. يبقى بينهم. سجع. جناس. مقابل مراعاة نظير. كلمات يكمل بعضها بعضاً متلازمة في الذكر. طبعاً مراعاة نظير. اللون الباني حجاً ينفذ بالرأي الصواب. الحجاب ينفذ باستعارة مكنية. سر جمالها التكسيم. لا يعاب إجاز بحزف. مع فعل مبنى المجهول. بحزف إيه؟ الفاعل. اللون الباني في جمال قدسي لا يعاب. هنا جمال قدسي. ولا يعاب. يبقى إذن تشبيه. جناية استعارة تصرحية. أما جاز مرسل. جمالها مقدس ليس جمالاً مبتذلاً للجميع يستطيع أن ينال منه. وإنما جمال له قيمة وله احترام وطهارة. فهي كناية عن طهارتها وعلوم كانتها. علاقة قوله كل هذا في التراب بما قبله. نتيجة. إجمال بعد تفصيل. توضيح. تعليل. طبعاً كل هذا. وقلنا هنا إجاز بحزف. الجمال. كل هذا الجمال في التراب. يبقى إذن إجمال بعد تفصيل. بعد ما ذكر الشيام الأخلاق والعقل والزكاء والجمال. جاء في النهاية وأجمل. بدي مش تفصيل بعد إجمال. إجمال بعد تفصيل. ثورة على الموت ومجد خالد. يقول الشاعر. ويك ما أنت برد ما لديك. أضيع الآمال ما ضاع عليك. مجدمي غير موكول إليك. مجدمي خالص من قبضتيك. ولها من فضلها ألف ثواب. المناقشة اللغوية. ويك في موضعها أفادت. التأنيب والتهديد. التقرير والتهديد. أم الزجر والتهديد. أم النفي والتهديد. الزجر والتهديد. فكلمة ويك ما أنت برد ما لديك. الشاعر هنا يتعجب. وفي نفس الوقت يزجر ذلك الموت. الذي أخفى عنا مي. ولكنه أخفاها بجسدها. ولن يستطيع أن يخفي أعمالها. وصفاتها الجميلة. مضادرات. آخذ جامع سالب. أم مختصب. رد مضادها آخذ. فقد أخذ الشيء. ومضادها يرده ويعيده. مرادف أضيع الآمال. أفدحها ضياعا. أكثرها خسارة. أثبتها وأحقها. أم الأولى والثانية. طبعا أضيع الآمال أي أفدحها ضياعا وأكثرها خسارة. الآمال الضائعة التي تخسرها. مضاد كلمة مجد. مجد مي غير موكول إليك. المجد هو النبل والشرف. فيكون مضاده الخسة والضعف. أي الحقارة. مرادف كلمة موكول. معطى وموهوب. مرتهن وموقوف. مجدد ومخصص. أم متروك ومسند. طبعا مجد مي غير موكول. غير متروك ومسند إليك. مش هنسبه لك أيها الموت أو أيها القبر. خالص المراد منها. مجد مي خالص من قبضتيك. تخلص من قبضتيك. فكلمة خالص يكون مرادها نقي أم طاهر أم متحرر أم مرهون. خالص في ذلك السياق متحرر من قبضتيك. عرفت منين عندي كلمة قبضة. يبقى يتخلص أي تحرر. جمع كلمة فضل. فضول أفضل أفاضل الأولى والثانية. طبعا فضل هنا بمعنى الخير وجمعها فضول وأفضل. أما أفاضل فمفردها فاضل. تمام. لا تفارق الشاعر روح التحدي وهو يخاطب التراب. وضح ذلك من خلال الأبيات أو المقطع السابق. الشاعر هنا يتحدى الموت. فيقول له زاجرا ومهددا إنك لن ترد وتعيد مي من غيبتها ومن موتها. ولا أحد يأمل في ذلك. ولكن إذا كان الموت استطاع أن يخفي مي بجسدها فإن أعمالها وإباعاتها الخالدة لا سلطان لك أيها الموت عليها فهي باقية وإن جازاتها ستظل خالدة فلها خير الجزاء والأجر عليها. التحليل البلاغية ويكما أنت برد ما لديك. عندي استعارة مكنية لأن الشاعر يخاطب الموت أو التراب يبقى استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. إلى جانبا عندي هنا الباق حرف جر زائد. وإذا لما ييجي مع النفي يفيد التأكيد ما أنت برد ما لديك. أضيع وضع تشابه في اللفظ مع اختلاف المعنى يعتبر جناس اشتكاقي ناقص يعطي جرسا موسيقيا. الطباق ما بين رد وضاع شيء مردود وشيء ضائع يبقى طباق. رغم أنه ده في سطر وده السطر اللي وراه فلكن يجوز الطباق. مجد مي غير موكول إليك. مجد مي مش هنسبه لك مش مطروب بس تعرمك نيه. شبه المجد بشيء مادي لا يمكن تركه إلى الموت أو التراب وسر الجمال التكسيم. مجد مي خالص من قبضتيك استعرمك نيه شبه المجد أيضا بشيء يتحرر من قبضة الموت أو القبر. وفي استعرمك نيه أخرى أنه شبه الموت بشخص له قبضة. ممكن اعتبر كمان كلمة قبضة كناية عن السيطرة والتحكم. ولها من فضلها ألف ثواب كناية عن إنجازات مي الخالدة الباقية. وطبعا عندي أسلوب قصر بتقديم الجر والمجرور على المبتدأ. التدريب على التحليل البلاغي. ويكما أنت برد ما لديك. تشبيه بليغ تشبيه مجمل استعرمك نيه أما جاز مرسل. طبعا الشاعر يخاطب القبر أو الموت يبقى استعرمك نيه سر جمالها التشخيص. ما أنت برد ما لديك وسيلة التوكيد نفي واستثناء حرف الجر الزائد تقديم حقه تأخير تعريف طرفي الجملة. طبعا حرف الجر الزائد ما أنت برد. لأننا لو حزفت الباق هقول ما أنت راد. ها يبقى إذن حرف جر زائد يفيد التأكيد. اللون الباني في أضيع الأمال ما يضاع عليك. أمال ضيعة يبقى استعارة مكنية سر جمالها التكسين. ضاع وراد بينهما سجع جناس طباق مراعاة نظير. في الميتين عكس بعض يبقى طباق يوضح المعنى ويؤكده. اللون الباني مجدمي غير موكول إليك. شبه المجد بشيء ماديه لا يترك. وحزف المشبه به يبقى استعارة مكنية. مجدمي غير موكول إليك. مجدمي خالص من قبضتيك. يبقى دا اتناب تزيل ترادف تكرار تعليل. جملتين بنفس المعنى. يبقى دا اتناب بالترادف يؤكد المعنى. اللون الباني فيه ولها من فضلها ألف ثواب. كناية تشبيه مجمل استعارة مكنية مجاز مرسل. طبعا ما فيش تصوير لكن فيه دلالة على مكانتها. يبقى كناية عن عدة الإنجازات وتعدد المحاسن والأفضال لمي حتى بعد وفاتها. أضيع وضاع محسن بديعي. طباق جناس ناقص. سجع مقابلة. تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى جناس ناقص. والتعليق على النص وتدريب على نص متحرر من نفس المدرسة. نظرات على النص. اللون الأدبي من الأدب الوجداني. لأن الشاعر يناقش فكرة عاطفية يعبر عن مشاعره. الغرض الرثاء وهو غرض قديم في الشعر. ولكن طريقة تناوله هي التي حديثة. المدرسة الشعرية مدرسة الديوان. سمات مدرسة الديوان في النص. شيوع روح الرومانتكية. فالشاعر يعبر عن ذاته ومحبته لصديقته الراحلة. ذاتية التجربة. فهو يعبر عن تجربة ذاتية وليست عامة. الوحدة العضوية. الجانب الزهني والفكري والتعبيري. العقاد لما جاي يتكلم عن مية زيادة. بدأ يوصف صفتها العقلية. عن رجاحة عقلها. عن زكائها. عن تفكيرها السليم والسديد. يبقى إذن هنا الجانب الزهني والفكري واضح. لو عملنا مقرنة ما بين طريقة رثاء العقاد وحديثه عن مية زيادة. وبين مثلا خليل مطران وهو يتحدث عن حبيبته الراحلة. أو حبيبته التي ابتعدت عنه. سنلحظ الفرق. فالعقاد الناحية الفكرية غلبت عليه. لم يتحدث عن الشوق والحنين المبالغ فيه. والكلام ده لا. تحدث عن إيه؟ عن صفاتها الحسية وصفاتها الزهنية والعقلية ورجاحة عقلها. فوضوح الجانب الزهني والفكري. تعدد القوافي في القصيدة فقط قسمها إلى مقاطع. تقسيم القصيدة إلى مقاطع كما رأينا. سمات أسلوب العقاد في ذلك النص ميل إلى الزهنية نزع الفلسفية حين يقول وي كما أنت براد ما لديك مجدمين غير موكول إليك. الألفاظ وضحت الدلالة العناية بالفكرة أكثر من الألفاظ. بنية الدلالة الشعرية في القصيدة كشأن الرومانتكيين عموما والديوان جاءت متدرجة ليحقق الترابط والتماسك في القصيدة. فكان الشاعر بدأ قصيدته بالتعبير عن المفاجأة بالفقد. فذلك في المقطع الأول. أين مي؟ أين في المحفل مي يا صحابي؟ ثم التحصر على الفقيدة ثم الحديث عن ذكر محاسنها والتوجع لخسارتها ثم التحدي والثورة على الموت في المقطع الرابع. فذلك تدرج في الدلالة وتماسك بين أجزاء القصيدة. ما يأخذ على الشاعر عودته إلى شعر المناسبات؟ ممكن يجيب لي شعر المناسبات للعقاد ويقول لي إيه المأخذ اللي ممكن نأخذه على العقاد؟ إنه أنتقد شعر المناسبات عند المدرسة الكلاسيكية ورغم ذلك مارسه وكتب فيه. ميله إلى الحكم الشعرية التي عابها ورفاقه على شعراء الإحياء من قبل. تأثره بالقديم في بعض الصور وزكاء المعي كالشهاب. فيما يختلف رثاء العقاد عن الرثاء قديماً؟ يختلف الرثاء زي ما قلنا أن العقاد تميز بالقصد والاعتدال في إظهار حزنه. وقد ركز حول الصفات العقلية للمرثية اللي هي مي. بينما الرثاء قديماً يلجأ إلى التهويل والمبالغة. لماذا تمثل القصيدة نموذجاً للتجديد في الشعر وبخاصة شعر الرثاء؟ لأن الشعر قسمها إلى مقطوعات التزم كل مقطوعة قافية واحدة. لم يلتزم بعد التفعيلات في كل بيت زي ما شفنا في المقاطع. مظاهر التطوير في موسيقى القصيدة أن الشعر نوع في القافية. واختار قافية تلائم الحالة النفسية. تنويع الشعر للقوافي دفعاً للملل والرتابة. وده مش بس عند العقاد وإنما مع معظم شعراء الديوان الذين دعوا إلى الشعر المرسل دفعاً للملل والرتابة. يقال إن الشعر خالف مبادئ مدرسة الديوان على الرغم من أنه من أقطابها. كيف حدث ذلك في نص رثاء مي؟ نقوله أنه عاد إلى شعر المناسبات الذي انتقده في المدارس السابقة. من ملامح التجديد عند العقاد، اختيار عنوان عدم الالتزام بالقافية الموحدة، رسم الصور الكلية، فقد رسم الشعر صورة كلية تميز فيها الصوت واللون والحركة. البعد عن المحسنات البديعية المتكلفة، فحين يأتي بمحسن بديعي، يكون مناسب للمعنى والسياق. التجديد في الرثاء كما تحدثنا عن ذلك في السابق. الوحدة العضوية، وحدة الموضوع والجو النفسي والترابط بين الأفكار. ملامح شخصية العقاد من خلال النص هو شخص موهوب، مثقف، يحب الجمال والصفات الحسنة، ويقدر الفكر والعقول المفكرة. أثر البيئة في النص مشاركة المرأة في الحياة الأدبية بقوة. أثر البيئة يعني ملامح البيئة التي يعيش فيها الشاعر، وده بنستنتجه من خلال النص والحديث الذي يعرضه. فمي زيادة صاحبة صالون أدبي، أين في المحفل مي؟ فده يدل على مشاركة المرأة في الحياة الأدبية بقوة. كثرة المثقفين والتساع الثقافة. كثرة المحافل والمنتديات الثقافية زي صالون مي وغيره من الصالونات الأدبية. تدريب على نص متحرر؟ قال عبد الرحمن شكري وهو أحد أعلام مدرسة الديوان. قد حدثوا عن شاعر نابغ مجود الشعر شريف المقال. لم يعشق الغيد لكنه هام ببكر من بنات الخيال. صورة حسن صاغها لبه وحدها في الحسن حد الكمال. وصار كالطفل رأى بارقا هاج له أطماعه في المحال. يمد نحو النجم كفا له ويحسب النجم قريب المنال. فأينما سار تراءت له كما تراء خادعا لمع قال. فسار يقف إثرها هائما والمهتدي بالوهم جم الضلال. مراد في كلمة لبه صورة حسن صاغها لبه خياله قلبه عقله علمه اللب هو العقل. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب أي أصحاب العقول. مضاد هائما هائم يعني حائر يبقى مضادها مهتديا وليس عالما التي مضادها جاهلا وليس مبصرا التي عكسها كفيفا وليس مطمئنا التي عكسها مضطربا. المحسن البديعي في البيت الثالث حدها في الحسن حد الكمال بين حد وحد جناس تام. ليه؟ لأن حدها في الحسن يقول صورة حسن صاغها لبه صورة جميلة حدها في الحسن حد الكمال تعرفها في الجمال غاية الكمال. يبقى ما بين حد الأولى وحد الثانية جناس تام. كلمة الطفل فصار كالطفل الشاعر الذي يبحث عن المثل العليا والمبادئ أصبح مثل الطفل الذي رأى بارقا فحرك أطماعه تجاه المستحيل. فكلمة الطفل هنا توحي بالسذاجة الجهل البراءة أم التسرع؟ طبعا حين يصف الشاعر بأنه مثل الطفل فيقصد براءته ومثاليته في السعي نحو شيء قد يكون مستحيلا. تنكير كلمة شاعر في البيت الأول أفاد التحقير التقليل العموم أم التعظيم. في بداية القصيدة يقول عبد الرحمن شكري قد حدثوا عن شاعر نابغ يبقى التنكير هنا شاعر نابغ للتعظيم. الصورة البانية في قوله يمد نحو النجم كفا كلمة كفا استعارة تصريحية استعارة مكنية مجاز مرسل أم كناية. هو يمد الكف يمد الذراع كاملا ولكنه عبر بكلمة كف ويقصد اليد أو الذراع بالكامل فتكون الصورة مجاز مرسل علاقته الجزئية. استنتج من البيت الثالث سمة من سمات مدرسة الديوان غلبت الجانب الذهني. طب عرفنا بنين الكلام ده بيقول صورة حسن صاغها لبه وحدها في الحسن حد الكمال صاغها لبه صورة جميلة شكلها بايه؟ بلبه يعني بعقله آه يبقى الجانب الذهني وتعرفها حين تحدثوا عن الصورة الجميلة والمثالية يقول تعرفها هو غاية الكمال. التعريف ده بيجي يما في الدراسات في الأمور العلمية ولكن أورده الشاعر هنا في الحديث عن الجمال والمثالية ولذلك نلحظ غلبة الجانب الذهني والفلسفي بسبب غلبة الجانب الفكري على العاطفي عند مدرسة الديوان. حدد من البيت السابع اطنابا وبين نوعه حين نرى في البيت السابع والمهتدي بالوهم جم الضلال فهو اطناب بالتزيل. الاطناب عن طريق التزيل أن يذكر الشاعر حكمة في نهاية البيت في آخر البيت كده نقول عليها في زيل البيت في آخره لتأكيد المعنى. لأن الشاعر يتحدث أنه يسعى إلى الأشياء المثالية ولا يستطيع أن يدركها وفي النهاية راح قيل والمهتدي بالوهم جم الضلال أي كثير الضلال فذكر حكمة في النهاية وهو اطناب بالتزيل. حدد البيت الذي تأثر فيه الشاعر بقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لما نقرأ الأبيات هتلاقي أن البيت الذي تأثر فيه الشاعر بالآية الكريمة هو البيت السادس حين يقول فأينما سار تراءت له كما تراء خادعا لمع قال كلمة آل معناها السراب فهو يسعى نحو المثالية ويسعى نحو الصورة الجميلة ولكنه منخدعا مثل من ينخدع بالسراب فهو تشبيه تمثيلي جميل وفيه تأثر بالقرآن الكريم زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يعني كسراب لمعاني الضوء الذي يحسبه الضمآن بأنه ماء فيسرع إليه وعندما يصل لا يجد شيئا كذلك يشبه الشاعر الإنسان الذي يسعى نحو المثالية ولا يستطيع أن يدركها بأنه يسعى نحو الصورة كما ترى آله خادعا لمع آل وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا على وعد بلقاء جديد ودرس جديد من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية اشتركوا في القناة